بسم الله ازاكم يا شباب ان شاء الله نبدأ شوية فيديوهات كده على ال data base او ال advanced database course. الفيديوهات دي مش هتكون شرحة مفصل لكل محاضرة او لكل نقطة بس على قد ما هو ازاي نعرف نحل وازاي نفهم بس الدنيا في المادة دي ماشية ازاي. فهنمشي ان شاء الله على كل قصيم من كده لوحده. فقصيمة وان بيتكلم على ال SQL و و اول محاضرة خالص كنا نتكلم شوية على ال indexing database. فعايزين نبدأ دلوقتي في ال indexing database بس بشكل اللي هو يخلينا نفهم هو ايه ال indexing ده اصلا مش نخش في تعمق مع تعمق فيه عشان لو ليه اسألة نظري ولا حاجة فيه نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. بس برضو هيكون تركيزي اكتر على ال assignmentات وازاي نعرف نحل. تمام? ف ال indexing في ال database بشكل عام هو هي هي وسيلة عشان بتاعتي. طب ال performance بتاعي في ال database بشكل عام هو اللي انا اعرفها اكسس ال data. طب ال data بتاعتي فين? هي في ال hard disk. طب ازاي اكسسها اللي انا اروح اجيب ال data دي من ال hard disk وحطها عندي في ال memory عشان اعرف عليها. طب. وانا رايح اجيب في ال data في ال hard disk. ال hard disk مليان. اه يعني hard disk مساحته كبيرة جدا. فال data بتاعتي ممكن تكون في اي مكان فيها. فانا عايز ال indexing بشكل العام هو. مش كل شوية اروح لل disk او كل شوية اتدور في ال disk بشكل كبير او ادور في ال disk كله عشان ادور عاددة بسيطة. والتكلام ده هو كله بستفيد منه في ايه? في اللي انا مسلا وانا بكتب مسلا بسيط. شبه مسلا اللي مش مكتوب هنا ده. معلنة. وانا بكتب اه اه مفيش هنا كمان. معلنة. وانا بكتب بسيط مسلا select كزا from كزا وير كزا. فانا مش هروح اوير في كل ال table عشان ادور على حاجة معين او او اوير في كل ال data بتاعتي عشان اجيب condition معين بس. فالindexing ده بيساعدني في الحوار ده بشكل معين. فالindexing ده عبارة عن data structure او عبارة عن اه يعني field كده مع بعض مجموع منه حاجتين. اول حاجة فيهم هو search key والتاني حاجة data reference. طب نتكلم احسن في ال reference. ال reference بيكون مش في data reference لا reference بتاعنا اللي هو بتاع المصري. احنا عندنا كزا نوع من ال indexing بشكل عام. ال primary index وال secondary index والclustering index. هنتكلم في اول حاجة. وال primary index هيكون بنفس الشكل ده وال secondary index هيكون بنفس الشكل ده والclustering نفس الشكل ده. فتعا نشوف اصلا ايه هو ال primary index. ال primary index هو اللي انا بستخدم بين ال primary key بتاعي. بحيس ان ده يكون هو ال index بتاعي. يعني ايه? يعني ايه? يعني انا نشوف مساء بسريعا كده. بعد كده نرجع تاني. دلوقتي انا عندي table. ال table فيه كل البيانات دي. فيها مش عارف ارون اد فيها ده اسماء مثلا. فيها كل الاسماء دي كل لها جدا. تمام? ودي ال index file بتاعي. ده ال index file بتاعي. بيحتوى عليه. بيحتوى على شوية وخلي بالك من كلمة شوية قيم من ال primary key بتاعي. اهي block anchor مش عارف ايه? primary key value. هي بتاخد primary key بس مش كل ال primary keys بتاعتي. وده هنعرف ليه عشان نعين. هنا هتلاقي واخد كل ال primary key تحت شوية مش مرسوم هنا. مش مرسوم معلين. هنا واخد شوية من ال primary key. اللي حصل له. واحد بقى له كتير ما شرحش فانا حاسد ان في لغ بطر كده في الدنيا عامنا ايه? ماشي. هواخد شوية من ال primary key وده هنسميه اسمه اه مش مكتوب هنا. اكيد مكتوب. ال denis index. لا هو ده مش denis هو سبارس. هو ده اللي سبارس. ال denis ده هنتكلم ده دهاتي بالتفصيل عن موضوع ده. فمعدنا انا عندي ال primary key بتاعي او عندي sorry ال index بتاعي عبارة عن field او عبارة عن data structure. data structure ده متكون من حاجتين. اول حاجة اسمها ال key i و ال bi. ال key i ده هو ال primary key بتاعي او هو عايزين نقول ان هي نسخة من ال key بتاع ال table. نسخة copy من ال primary key ده. طب بستفيد منه في ايه? بستفيد منه ده انا بدل ما اروح ادور في كل ال tables بتاعي. لأ انا عروح لل primary key بتاعي. اكون انا عارف كم توعمل ازاي. وخلاص هروحها هتوضع على ال bi دي. طب ال bi دي عبارة عن ايه? تعال نرى كده ال index entry مش عارف كزا index for each block. ده ال denis index entry هز. لا ال block دهاتيبقى سبارس. ال each index entry. بيحتوي على ايه? بيحتوي على بتاعة ال primary key. او الفرز بتاع. وال pointer على ال block كده. اهو. تعال نشوف هنا كده. ده ال index field بتاعي. اهو كده. بيحتوي ليه? بيحتوي على قيمة من ال primary key. وده pointer على ال block بتاعي. اللي هو ال block كده. قاله block اللي في القيمة دي. طب ايه الفرق بين ده. وده مسلا عن شو? ده. لا مش ده. ده برضو اللي هو وده ال denis. يبقى ده عبارة عن ايه? عبارة عن كل primary key. يعني اعتبر ان اسمات دول دي هي primary key. كل primary keys اللي عندي ليها index file او ليها index record. ال index ده عبارة عن كل record او كل primary key مع ال pointer اللي بيشاور على ال record ده. يبقى for each. يبقى فيه index record for every search value اللي هي يعني عبارة عن primary key. فكل primary key عنده pointer بيشاور على ال record بتاع primary key ده. اما في ال index هو عبارة عن كل تعال نشوفها هنا بقى احسن. ان كل primary key في شوية records. في شوية records. الشوية records دي بنسميها ان هي block. ده block كده من ال record بتاعتي بيشاور عليه index واحد بس. اللي هو ايه? هو primary key بتاع اول واحد في ال block كده. يبقى our own add دوت عبارة عن primary key لل record بتاعه. بس في ال index file انا مستخدمه على ان هو index لل block بتاع كله. ان هي block اللي هو بدي بيه. اللي our own دوت بدي فيه. بدي بيه. تمام? فابود دي مش عارف اكوستا ده كلهم ومارك والحقيق. كل اللي هنا كده مش موجودين في ال index file بتاعتي. بس اعرف اوصل لهم ايه? على our own add. فانا لو عايز مسلا. اكسس الاكوستا مور. بدلا ما اروح ادور في كل الفايلز بتاعتي او في كل ال data بتاعتي. لا انا عارف ان هو في ال block بتاع our own add. فانا هروح لل index بتاع our own add. هروح لل pointer على طول بشكل مباشر. هروح لل block كده. وهدور في دوت بس linear search. او بشكل مباشر. فانا خلاص ادم دوت دوت. البلوك البلوك بوينتر دوت. هروح لل block بتاع هلاقي اول واحد فيهم. فخلاص هاكسس ال adam دوت على طول. يبدأ بشكل اه بشكل اه مفصل شوية او مش عارف بشكل ممكن يكون اه سريع شوية على ال primary index. انا بستخدم فيه primary key. وال data بتاعتي. اه first field of data the ordering key field لازم يكون مترتبة على اساس ال primary key ده. او تقريبا مش لازم تكون مترتبة. بس لا اه بتبقى مترتبة على primary key. تمام? تمام. وبيقول لك بقى فيه شوية انواع من ال x دي. يعني مش لازم تكون هي pointer على طول. يعني ال x may be physical address على طول بتاع البلوك. ممكن يكون هو record address. record address اللي معمول ومعمول له offset كمان للبلوك بتاعه عشان يوصل لل record على طول. فدي معناها مسلا ان هو البلوكات كلها لانا كل x بتاعتي او كل عندي بيشار على البلوك كامل واروح للبلوك ادور في اللي هو دي. ال var's index. اللي هو كل فيه شوية ريكورد تانية او كل ريكورد او كل بيشار على ولوك والبلوك كده بيحتوي على ريكورد تانية. او بيحتوي على ريكورد على طول اللي هو ريكورد عالطول. بيتعمل ازاي? بتعمل ان انا اجيب البلوك اكس البلوك ادرس كله وعمل كمان افست شوية عشان اوصل لي بتاعي. انا على طول مثلا تالت اه حاجة في البلوك رقم واحد فرقم واحد ده هو البلوك ادريس وتالت دوت هو او بطرق مختلفة فانا عندي نوعين اساسيين دولة اوه في المحضرة هو الدينس اندكس اللي احنا قلنا من شوية ان كل اندكس هاز ان اندكس انتري فور افري سيرش الكي اللي هو يعتبر لكل ريكورد يعني لكل ريكورد اما الاسبورس او هو عبارة عن اندكس انتري واحد اللي هي عبارة عن البلوك كامل على بعض يعني كل برايمري كي بيشارع عليه كذا بيشارع على اللوك واحد فيه كذا آآ ريكورد طب تعال نشوف تاني نوع عندنا هو شبه شوية برايمري اندكس بس الاختلاف في ايه ان هو بيوردر على نان كي فيل يعني ايه نان كي فيل يعني هو الاندكس بتاعه عبارة او بيدور على حاجة او هو الفايل نفسه او الديدابيز نفسها مترتبة على نان كي فيل يعني ازاي يعني كل الوحيد واربعة بعد كل الاتنيات واربعة بعد كل الاتاتات واربعة فانا في الاندكس باتاعي هشوف يتاعمل ازاي بقى يبقى اول حاجة عندي اول شرطي في ان هو يكون بس على نان كي فيل لو على كي يبقى كده على كي يبقى كده عادي خطس هل اول فيلد عنده بيبقى اا بيبقى القيمة اللي انا بدور بيها دي لو شبه كده بالزبط بيبقى ده القيمة اللي انا بدور عليها وهنا البوينتر اللي بيشاور على البلوك برضو هنا برضو بيشاور على البلوك طب ليه بلوك مش ريكورد علشان ما فيش معنى نعمل اندكس فايل بتاعي كله كده في حاجة متكررة ليه متكررة عشان انا اصلا بدور على حاجة متكررة فان احسن اجيب واحد بس اجيب الكلسترينج اندكس عبارة عن اي ايتش ديسنك يبقى هنا احط قيمة واحدة بس من القيم الكتير المكررة عندي يعني التلات وحاية دول كده انا هحط لهم قيمة واحدة بس في الاندكس فايل بتاعي الاتنين تين دول انا هحط لهم قيمة واحدة بس في الاندكس فايل بتاعي فانا محتاج مسلا ان الاتريبيوت بقى مش هسميه الاتريبيوت مثلا هو department number دوت انا مش هروح ادور في كل انا هروح بس عطول الاندكس فايل بتاعي هروح لرقم واحد وهدور عليه في البلوك بتاع البلوك بتاع بيحتوي على كان بيحتوي على اربع ركوردات فانا هدور في الاربع ركوردات دول بس ولسه برضو ها اه ها اه ها اه هامبروف الكلام دوت شوية في الرسمة اللي جاية بس انا كله عايز اقوله لك ان هو انا اجزامبل اف نان دينيس اندكس اللي هي شبه اه 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 essential fundraising. او 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 عده بالرقم اتنين بمسلا. او هلو روح او او روحاراه الفانيما. انا مش ابقى عارف انا محتاج لكنه ايه واحد بس بل deeper انهي يونيو او لا ده. يعني لو قال او واحد رقيقون كده? انهي observer انهيه هنا رقم اتنين له Security عنه مش اللي هو ده خلنا هعمل ايه? هيكون احسن بالنسبة لان هقسم بلوكات بتاعتي او هقسم او بتاعتي على اساس بتاعت يبقى الدبارة من النمبر ده. في وحية فتاة وحية بخاصة احط التاعة وحية دول في مكان لوحده. اللي اسمها والاتنين دول في مكان لوحدهم. وهخلي بقى كل هنا كده بتشاور على بتاعتها او بتشاور على بتاعتها. طب لو جد مسلا ان انا بحتاج مسلا في عندي خمس ثلاثات. وانا عندي بلوكة اخره. اربعه بس. فاجي في اخر البلوكة كده وا كده وعمل البلوكة على البلوكة اللي بعدين. يبقى هتمنى مثلا لو جاد رقم ثلاثة. يبقى انا هتدور فين. هتروح اول حاجة على البلوكة كده. اللي هو مسلا نسميه بلوك رقم ثلاثة ده بلوك رقم اربعة. هت cosmos لبلوك رقم تلاتة هتدور على الريجورد اللي انا محتاجه. مش هلاقيه. خلاص. هعرف ان البلوكة اللي بعديه في تكملة تانية الرقم تلاتة هنا. دور لي والله في بلوك رقم اربعة. ممكن الاقي الريكورد بتاعي هنا. نفس الكلام في الست حصلت هنا برضو. اكتر من اربعة. فانا هشاور على البلوك اللي بعديه وهكامل. هنا التمانية التاتة بس. هنا خمسة اربعة بس. وهكزا. طب نخش على النوع التات. يبقى انا يبقى الساكة يبقى البرايمري. يبقى تعالى بس ايه? نضخص كده الدنيا شوية. انا مهتم بايه? مهتم في بتاعي. دي انا بقى اعرف ان بتاعتي على بتاعي. يكون بالشكل ده. الشكل ده اسمه والديس انديكس انني يكون عندي كل اللي هو شبه ده واحد كده. كل او كل برايمري كي بيشاور على بتاعه. يبقى ده كده على كل اما ده على البلوك بتاعي. اللي هو اللي هو ده. ده بلوك بوينتر. تمام? تمام. طب في هو عبارة عن اردر بس اعنقية. فانا هعمل ايه? هجيبكو الله كل من بتاعي مش هقول عليه برايمري كي بقى. على بتاعي. احطه في بحيث انا لما حب ادور هدور به دي. هروح للواحد هروح للبلوك او للمجموعة اللي بتحتوي على كل الوحيد اللي عندي. وخليتها احسن شوية نتخلي كل في بلوك الوحيد. بتاعي النوع معنا والاخير هو وده مختلف شوية. ليه? عشان هو ممكن يكون على كي ممكن يكون مش على كي. انا ما عرفش. وممكن يكون على data. وممكن يكون على data order وممكن تكون على data مش order. فانا مش عارف برضو. يعني الساكن الايندكس بيقول لك ايه? ميبي كريت اون قفيل ذات از كانت كي اللي هو ممكن يكون يونيك value in every record او non key اللي هو فيه وكمان ايه ممكن يكون order ممكن يكون non order ممكن يكون هاج. هاج ده نوع ثالث يعني اللي هو الهاش تقولي الكلام ده يعني. فانا هعمل في ايه? خدعنا نخد اول مسال عندنا ان ال data عندي يكون بس هدوق بالاندكس كده يبقى فتعالنا نشوف كده اول مسال عندنا في اا اندكس اللي هو على يبقى انا عندي كي عادي مش هزي يكون هو بس كي يعني هو يونيك عمتنا مش هلاقيه اكتر من مرة بشكل عام. فانا هيعمل ايه هنا? هعمل ان والله كده كده الاندكس فايل بتاعي هيكون لكل الكيز بتاعتي طب اش معنى يعني ما هي كي والبرامير كي كان كي بردو كان يونيك بردو بس الفرق ايه? الفرق ان هنا انت عندك الحاجة مش مترتبة فانت في البرامير كي كنت البرامير كي واردر دي كمان كنت ممكن تجيب بس الكي اللي هو رقم واحد وتبقى متوقع ان البلوك بتاع اللي بيشاور عليه رقم واحد ده ده دي يكون في واحد واثنين وثلاثة واربعة مسال بس انت مش متوقع اي حاجة انت رقم واحد ده بيشاور على البلوك اصلا مش الاول ثانيا هيكون في رقم عشرين وبرامير كي رقم عشر وبرامير كي رقم اربعة وعشرين فانت مش هزا نقول برامير كي هو كي عن متن هو يونيكي عن متن فانت كده كده مش عارف ان البلوك ده بيشاور على حاجة تانية فانت هتعمل ايه? هتعمل والله ان كل الكيز اللي عندك او كل اللي عندك هتعمل لها اندكس بس كل اندكس فيه بلوك بوينتر طيب ازاي كل اندكس هيكون فيها بلوك بوينتر يعني ايه? رقم واحد دوت في في البلوك سوري رقم واحد دوت في البلوك رقم مسلا سيل هو ستة يبقى خلاص انا هشاور على البلوك رقم ستة مش هشاور على الريكورد رقم واحد انا مش مشاور هنا انا مشاور على البلوك عن متن مشاور على الاول البلوك هنا بعدها هدور براحتي بقى طب لقيت مسلا فيه رقم عشرة برضو. فهاجي هاجي على رقم عشرة في البلوك بوينتر برضو. يبقى البلوك بوينتر برضو هيشاور على رقم ستة. بعد كده هدور في البلوك كده. يعني مسلا لو البلوك دوت الادرس بتاعه ستة. فيهيكون هنا في ستة وهيكون في هنا ستة. الاتنين بيشاور على نفس البلوك. مش بيشاور على بتاعه. مش الريكورد بتاع عشرة. مش الريكورد بتاع واحد. لا ده بيشاور على اللي فيه واحد. او اللي فيه عشرة. نفس الكلام في البيئة كل. فانت هتلاقي الدنيا كده ايه? بتلخبطها في بعض. علشان هنا. يبقى ده الفرق بينه وبين البرائمري كي انت ان البرائمري كي كنت ممكن تستخدم فيه. هنا بص. ده انت بتستخدم كل الكيز اللي عندك او كل اللي عندك. علشان تعرف تعمل اما في كانت عندك وعندك على كي. فانت كنت ممكن تستخدم واحد بس رقم واحد بيشاور على البلوك كامل. وانت متوقع عشان هي هي مترتبة اصلا في الديدابيس. فيكون واحد بعدها اتنين بعدها تلاتة بعدها اربعة. طب تعالى نشوف المثال التاني اللي هو يكون بس على اه ده. اه يكون ثانيا. يكون اه اصلا. يبقى يعني ايه? يعني هو اصلا متكرر. يعني ايه متكرر? يعني انت الاندكس فاي اللي عندك هنا كده هيكون فيه حاجات متكررة. فعرفنا اللي احنا لو بتدورنا حاجات متكررة حاجات فيها فانا بعمل ايه? هاخد واحد بس ليها. هاخد واحد بس. هاخد اتنين بس. بس انا متوقع ان الواحد ده بيشاور على اكتر من بيشاور على اكتر من اتنين ده ليه اكتر من ؟ ليه اكتر من ادرس فانه هاعمل ايه? هعمل حاجة كده في النص الplo Others بيحتوي على واحد دوة كده هوادي على في النص ده بيقول لي بقى ايه بيقولي ان رقم واحد دوات عندك موجود في الركب رقم كذا رقم واحد دوات عندك موجود في الرقم رقم كذا رقم واحد دوات برضه عندك موجود في الرقم كذا فهنا مش بيشاور لك على بشكل مباشر ده بيشور لك على كده في النص دي اللي بتحتوي على بتاعت نفسها يبقى عايزين هنا يسمى اللي هنا كده مش عايزة قون ده البلوك بتاع نفسه لا 되어 بيحتوي على بتاعت نفسه يبقى يشور على كل ما هو بيحتوي على رقم واحد يقول رقم واحد دقط هيوديني هنا يبقى اللي هنا كده هيوديني هنا وهيوديني كده على هيوديني والله الواحد ده هيوديني الواحد ده هيوديني الواحد ده ونفس الكلام في الاتنية ونفس الكلام في التلاتة. بس ده اللي كنت عايز اقوله يعني لو جيت بسيت على على هنا كده بقول لك والله ده اللي هو ده رقم عشرة بيشاور لك على المعلم ده. المعلم ده موجود فين? موجود هنا ده مش اللي كنا بنقوله. ده هو هو هو. رقم عشرة ده بيشاور لك على بلوك معين. رقم عشرة ده بقى يشاور لك على كل اللي كان موجود. بس المفروض دهو دي يكون فيه فدهو تقريبا بيتعامل على على وده ماشي. اه تمام يعني ممكن نكتفي كده في اه دي حاجة مهم برضو كنت عايز اقولها. بيقول لك شوية معلومات كده على الانواع بتاعت بتاعت اول حاجة البرامري. البرامري دهو بيعمل ايه? اللي هو الاندكس فايل بتاعك عبارة عن ايه? عبارة عن النمبر في الدافايل. ليه? عشان انت بتاعت الدافايل. انت مسلا عندك مسلا ميت بلوك او ميت ريكورد. فعشة بلوك بس. فانت ممكن كل وانت طبعا عندك ميت ريكورد فانت عندك ميت برايمري كي صح? خليه بيه كي صح? فانت عندك مية عادي بس تستخدم منهم عشرة بس. هتستخدم عشرة برايمري كي بس. في البتاعك. بيشاور على العشرة بس بس. كل اللي عنده بيشاور على البلوك كده رقم مسلا خليه رقم 11 بيشاور على البلوك كده وهكزا. البلوك كده فيه كان بقى فيه عشرة اللي هو واحد اتنين تاتة اربعة خمسة اللي هو كانت ايه? وكان نوعها ممكن استخدم دينيس عادي فيها اللي هو اللي هو when it began with the كده كده مدام عندك مدام عندك تشتغل على الكي طب هيكون ده بيقول لك النمبر موجود فيه ايه هو النمبر بلوكس يبقى زي متاكن هيا مسلا لو عندك عشرة بلوك فانت الانديكس في البتاع هيكون في عشرة اه عشرة بس او عشرة بس في البتاع عشان كل بيشعر على كزا على كزا اللي هو على بلوك واحد يعني طب هو انت عندك هو على اصلا بس ده يبقى انا كده كده هستخدم وهو شبه ده عشان كل اه كل انديكس في بيشعر على المجموعة بتاعت زي ما قلنا فوق ان الواحد ده بيشعر على واحد 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 بعد كده قسمة الاتنينات اتنين 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 قسمة وهكذا فالواحد ده بيشعر على المجموعة اللي فيها الوحاية بس طب لو على كي يبقى كلها ليه عشان هي دايات على فالنون اردر هيكون على كل بالتاع عشان انا انا ما عرفش اي حاجة شبه الاخيرة اللي احنا شفناه هنا هنا كده على فالواحد دوت بيشعر على هو كده 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 فهو كده كده ايه? هيكون اه فالواحد ده بيشاور على كل الوحيد اللي موجود عنده او اه هو بيشاور على الواحد ده ده بس ما عرفش هو مكانه فين فمش عرف شاور على البلوك بتاعه مخصوص فأنا هشاور على البلوك اللي هو بيحتوي عليه اللي هو البلوك ده اللي هو رقم ستة تب رقم عشرة رقم ستة برضه فالفارق هنا اللي قلناه بينه بين ان هنا هنا الدا مش مترتبة فمش عارف افرد ان الواحد دوت هيشاور على اللي فيه واحد اتنين تقدر بقى خمسة ستة. لا انا ممكن اشاور على اللي فيه واحد عشرين عشرة وهكذا. فلازم اخد كل كي في وعمل له لوحده بلوك بوينتر مع نفسه. ممكن الوينتر ممكن واحد واثنين يبقوا مع بعض صدفة بس عامة واحد واثنين مش اردرد فمش مفروض يكونوا وارا بعض. فهن هاخد النمبر الاندكس فالبتا هيكون في النمبر اوف ريكوردز كلها. طب لو نان كي فيكون النمبر اوف ريكوردز برضو او النمبر اوف ديستنكت اندكس. لو اشابه اخر واحد هنا كده. ده الاندكس فالبتاعي. وكل اندكس فيه هيشاور على بلوك. البلوك دوت في الريكوردز بساعة البوينتر كلها بقى. كده كده هي مش مش كي. فكده كده هتدبل كيت. فالكلام دوت هيشاور لي على كل ما كل ما هو واحد في بتعدلية نان كي فيلد. اه ماشي. بس يعني ده اللي كنت هاي بقى له في الاندكس شوية ممكن الفيديو الجاي ان شاء الله. اه نتكلم على الريشنا الجيبرا دوت مش هاخد منها وقت خالص عشان هو مش صعب خالص يعني وبعدها الفيديو التالت بعدي بقى هناخد على وان شاء الله اللي دي هتخلص النهارده يعني كنت متوقع لما هبدأ تصوير النهارده وخلص تصوير النهارده كل حاجة. اه بس كده اتمنى اكون اصطفدت وشكرا جدا وسلام. اشتركوا في القناة